اشتركوا في القناة على صفحتي على موقع تويتر قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد الخليفة ان بلاده لن تحضر القمة الخارجية المقبلة اذا لم تغير قطر موقفها دعم للارهاب في العاصمة السعودية الرياضة قال وزير الخارجية السعودية عدل جبير في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية ورؤساء اركان الدول الداعمة للشرعية في اليمن قال ان ايران تفشل كل مساعي السلام في اليمن في رسالة بعث بها الى برلمان اقليم كردستان العراق قال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني انه لن يستمر في منصبه بعد الاول من شهر نوفمبر القادم الختام شكرا لكم